اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من لجأ إليكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتنا كنا معكم فنفوذ فوزا عظيما هي النفس رضها بالقناة والزهدي وقصر خطاها بالوقيد وبالوعد وجانب بها المرأة الوبيل ترفقان عن الذول واحملها على منهج الرشد فما هي إلا آية فيك أودعت لترقى بها أعلى ذرى المجد والحمدي ففجر ينابيع العلوم وغذها هاي النفس ترجوع غذيها ففجر ينابيع العلوم وغذها من المهدي بالعلم الصحيح إلى اللحدي بالعلم الصحيح مو الافكار التعبانة مو يهو قاموا حج شاولت اخذيت كلاما حتى لو كان قداما اسم مليون لقب الناس اللي اخذ منهم وانت مغمض ولا تبالي بس محمد وقال محمد صلى الله عليه وسلم ففجر ينابيع العلوم وغذها من المهدي بالعلم الصحيح إلى اللحدي وحب الهدات الغور من آل أحمد وحب الهدات الغور من آل أحمد هم الأمن في الأخرى من الفزع المردي هم أصمة اللاجي وهم باب حطة وهم أبحر الجدوى لمستمطر الرفدي هم سفراء الله بين عباده وهم فرض على الحر والعبدي فلا تقبل الأعمال إلا بحبهم كما لا غناف الفرض عن سورة حمد فأولهم شمس الحقيقة حيدر وآخرهم وآخرهم بدر الدجل غائب أول مهدي وآخرهم تقبل الأعمال إلا بحبهم من هو دول يا شيخ؟ عمل لقيون لا ترى شمس فضلهم فظلت بليل الجه عن سنن القصد تعيب لهم فضلا هو الشمس في الظحى وكيف تعاب الشمس بالمغل الرمدي ويكفي من التنزيل آية إنما واضح؟ ويكفي من التنزيل آية إنما وقل لا لإثبات الولاية والودي وذا خبر الثقلين يكفيك شاهدا وبرهان حق قاطقين شبهة الجهد فقامت عليهم بعدما غاب أحمد مصائب غيين أظهرت كامن الحقدي وقد نقضوا عهد النبي بآله الهدى وقل الثابتون على العهد قل من ثبت على العهد هاي انتم هس أبسمع نداءكم نداء العقيدة ها هالليلة استثناء تشيخ ليلة الأنصار مو نقول يا ليتناكنا معكم أبحث عن لسان حبيب مو بس لسان حال لسان حالك أيضا ها قد ما عندك نفاس طولها الونة ومدها والله يطول عمرك إن شاء الله ويمد في رزقك ها ولا والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روح يمالي والأهل كلهم في دال كل شيعة تكتفنا ولا تهتكي غياله والتفت لأصحابها ودمعها تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون يلا قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون بعد شرب هالعركاء يثور الحرب ولكو ليكون سادتكم بنو حاشم يحملو إلا عقب ما ننفني كلنا سوي موت قبلون باتشري يتقدم عليكم واحد من ولدي علي وفاضمة لمن ما كنا نموت أبو فاضل يسمع يرضى ويستحي من الحسين قل للبطل قل للبطل غباس ما ترضاش يمن المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا وانت شان ثار الحرب يتقدم عالمنا من شعور بيدي واخوتي تمشي تمشي اتقدم الحسين يسمع هالمحاورة حبيب ابن مظاهر قال للحسين قال له مولا احنا ما نحش على حشايتكم حشاية زايدة لكن سيدي عفنا الوطن لجلك وطلقنا الحلاين جيناك بقلوبين أمضى من الصقاين وآمر على الخدام يا شيخ القباين كنا نتمنى نموت دونك يا شفي لما سمعها الكلام اتقدم الحسين يقول خلى ايده على اجتاف العباس والثانية على اجتاف حبيب وضمهم على صدره ونظر الى اخيه العباس قال للشهيد حسين خل الماتم يموت قال للشهيد حسين يا ظنوة الكراء خلها يا اخويا بيانا تتقدى منصى منا ومنهم يا الاخو تتقصى فعمى وتالي النهار خيامنا تبقى خلية وعلى حسين وحزن وعلى حسين أعلى أعلى وعلى حسين وحزني على حسين ولا على حسين وحزني على حسين موتال اتلوا للهم علي صار موتل ضجت وبراحة جر النفس موتل يقول امامكم انادي وما يجاب نداي موتى موتى النشامة لتش انتعدهم ذخر ذخر ليا لما ما سمع جواب منهم قال راح انخى واحد ما يتعذرني صاح اقعد يا ابو فاضل يا طاعون الحريب واركب احصانك يا الاخو والما يجيب والحجال الذي ينب لا تمشي غريبة تمشي غريبة وتركب ظهور البغار لكن الامر لله والعاقبة للمتقين قال مولانا رسول الله إن البخل شجرة في النار وأغصانها في الدنيا وَمَنْ t-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-u-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i نقيات ثيابهم تجرى الصلاة عليهم أينما ذكرون أحسن الله إليكم مرحبا بسيدنا السند مولانا الحائري حياك الله خير مقدم من الصفات المذموم أخلاقيا هو البخر والبخر معناه أنك تمنع شيء عن من يستحقه وهي من الصفات الرذيلة المذمومة إذا وجدت عند شخص يعيش ويعيش الآخرين معه في بؤس وعنا وصفة البخل الوحيدة التي تنمو مع الإنسان يعني بقدم ما يكبر يكون أكثر بخيل كنت عارف أنك واحد يجي يمنع ابنه عن العطاء أو زوجته إذا كانوا ذولا ما يستحقون العطاء يعني مبذرين ما يصرفون في المواقع اللي ينبغي أن يصرف فيها هذا ما يسمى بخل هذا يسمى بل تدبير لكن ذاك اللي ويستحقون ومانعهم هذا يسمى بخل والبخيل في جهنم أكو مفردات ثلاثة متقاربة لبعضها بخل وشح ولؤم البخيل هذا اللي ما يعطي الشحيح اللي ما وده غير يعطي واللقيم اللي يمنع الآخرين من العطاء لو تدرون الإسلام شلون حارب هاي الخصلة وشجع على الخصلة المضادة إلها اقروا التاريخ وشوفوا خصوص العرب اللي كانوا يمتازون بصفة الكرم إجا الإسلام حظهم قال هذا الكرم اللي جاي أنتوا تتعاطون بس ريدوا بي وجه الله إذا صار الأله يبارك به وتعال شوف يحدثنا التاريخ عن رجل إجا للنبي يقول للمولانا أنا في زمن الجاهلية ضاعت لي جمل وناقة وطلعت أدور عليهم وصلت الفرد خباء سحت طلع لي شايف قلت لي أما رأيت جملا وناقة قال بلى شنو ختمهن قبل يشوونها بختم حتى ذا ضاعت يلقونها نطال عنوان قال لي عندي لكن تنزل هالليلة وتبات وتتعش عندي وباتش رأعطيك إياها ومتمشي جابونا العشة سأل الجارية قالها أما وضعت قالت لا لا ما وضعت قالها إذا وضعت بلغيني تبينكم ورأة جاي تطلق إذا وضعت بلغيني إذا كان ذكر شاركنا في أموالنا وإن كانت أنثى أو أدناها يعني انطمها شوية جت تجارية قالت لا وضعت أنثى قال الصبح انطمها قلت لا صاحبي أنا عندي يمك جمل وناقة ليش ما تاخذ هنا تطيني لبنية قال لي متى كانت العرب تبيع بناتها قلت لزين هطيئة ليش تتبينها عيشها عندك قال شاقل للعرب وعندي بنية بالبيت ماذا نحاجي هذا جبت لأدلة قلت نعت اشتريت من عند البنية جمل وناقة يسولف للنبي يقل له مولاي وخلصت بزمن الجاهلية مية بنية من القتل شكوا واحد يصير عند ابنية يجيبها لي تشتريها جمل وناقة وخلصها من القتل سيدي لي أجر النبي قال لا لأن أعمالك اللي سويتها ما دردت بيها وجهها الله انت الله ما تعرف أول حديث بل يرقمون المسلمين في كتبهم يقول إنما الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله ولكل امرئ ما نوع انت ذاك الوقت الله ما تعرفه فهذا العمل ما مقبول منك بس الله ما يضيع عائلك هذا العمل خلاك تلين وتجد الإسلام ما ظلم تعصب على الشرك مثل غيرك العطاء والبدل كون يردون بوجه الله ما أكثر البذل اليوم يريد ينطيل عائلة فقيرة في شهر رمضان يفضحهم والله يفضحهم يأجر لفضائية ينطي الفضائية أكثر من شنو من العائلة الفغيرة المحتاجة شنها شوفوا أمير المؤمنين سلام الله عليه والزهراء نطو للفقير خبز شعير بعد كل شي ما عليهم خبزة وحدة لكن شنو رب العالمين لهذا اليوم خلاهم أسوة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أقرأ الآية البعد إنما نطعمكم إذا صار الشغل الله يتكبل إخلاص انقطاع منهم إلى الله لا نريد منكم جزاء إذا اشتغلت لله العطاء والبدل يكون بينك بين الله إذا سويت بينك وبين الله شوف الله شلون يبارك فيك اليوم أكثر المجتمعات تشتغل للرياء للإسم للسمعة وهذا اللي ضعضع مجتمعنا مع الأسف ليش ما كبارك أكثر الأعمال ما تلقاها خاصة رب العالمين شوفوا الإسلام شلون يجي شجع على هاي الصفات ويكون يصير فيها شن هو وجه الله لمن ما أسروا أسرة حاتم الطائي هذا الرجل الكريم اللي تفتخر به العرب من ضمن من أسروا بنته اسمها سفانة هذا الذي كان يقول أوقد فإن الليل ليل غر والريح يا موقد ريح انصروا عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر لما أسروا وجابوها وياها نساء قومها اندعت للنبي قالت لأصاب الله ببرك مواقعه شون شلم حلوة قالت لأسأل الله أن يخليك تسوي المعروف له للمعروف لأن أكو ناس ما يطيقون من تسوي له معروف حسب الله أنت بل هو أحسن منك حسب الله وظيفتك جاية كرمة لما ما تقلس عنه والدور اللي احترام عنه يلتفت النفس هاي صفة التعالي عندي وشوفوها حسن من غير شئنا أم أبينا غصبا علينا أنا وأنت وكل هاي الأفراد عربها وعجمها أسودها وأبيضها دينها ولا دينها راح نوقف بصحراء المحشر أمام الله من دون مسميات من الآن عود نفسك على عدم التعالي لا يصير عندك عجب خصوصا أنتو الحسينيين يا شباب أنا إذا الآن يجينا ممثل ما أدري النجم من النجوم ما أدري واحد مطرب ما أنه غرض بهذا شغلت تختلف عنه هذا ما أدنى حشوية إذا تكبر إذا طغى إذا شالت به ولكن إذا يجي لك واحد من هذا السلك من هذا الخط الحسيني وعنده تعالي وتكبر يصير خادم الأحسين منبري رادود مل قاري شيخ إذا عند تكبر هذا عوفا قل لك تعال منبر تتلمض تحسين دين وبالقاء ألقاء ما تشير لك شن نبي ما نريدك تصورون أنا بعض ناس اللي على هذا النهج وهذا السلك أو قبل ألبس أمامك أشوفهم من فضلك أطي رغم وك قلي ما أطي رقم السعيق اللي يمشو يا صاحبي يا وانت ونحن نكون متربين في مدرسة آل رسول الله هذا النبي العظيم ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خاله اخشو شنوا فإن الترف يذهب النعم خليك دائما متواضع حتى إذا أحسنت للآخرين إذا كنا على هاي السنخية نشوف هذا التواضع من عندك إنسانية موش وظيفتك مو أنا أحسن منك وانت محترمي قلت لأصاب الله ببرك مواقعة كنت تسوي المعروف لا للمعروف قال أنت موكر أمني دعيتيلي أنت راجدة أنت حرة روح إلى إهلج قالت لشلون أقوف نسوان قومي وأطلع عايب علي أنا بتزعيم بنت من قالت لنا بتحاتم حاتم الطائ قالها احترام من إلك ولهذا ما وقفت هاي نساء قومت كلهن رح أطلق هن معاش عطاء النبي صلى الله عليه وآله بعدين قالها هاي المفردة شوفوا شباب لو كان أبوكي مسلما لترحم عليه أي عمل اللي نسوي إنساني مقبول شنو من عمل يخدم البشار الناس تنتفع بي تحبه تستحسنه تستقبله لكن إذا ماكو خلفيته دين هذا بس بالدنيا أثاره يصير لإسم بالدنيا يوم القيامة ما مقبول من عنده يرفض الأولوية الدين الأولوية رب العالمين كن واحد يصير أن دخل فية الدين مهمة زيان إجا واحد للنبي قال له مولانا أشتكي لك من فلان شوفوا يكون ناس هايش يتعاملون هايش نفسياتهم هذا يريد توفيق من الله أو نصيحة من يقبله شوفوا أخواني الشباب إذا ما حصل التوفيق من الله ولا قبل نصيحة أحد الظل عنده الثالثة يكون يهتم له إذا خسر هذا هو الخسران المبين أن يكون عنده واعظ من نفسه يعني هو نفسه كنت تصير لواعظ أكو واحد ما يندل الماتم وينصاير ما يسمع لا خطبة جمعة ولا حسينية ولا يقرأ بس كون نفسه وأضى الدلي على الفضائل إذا هاي هم مفتقر إلا هذا الخسران المبين وإلا في ناس كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكن طلعوا منافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون أسألكم بالله المنبر ما تفوتون الإقراية كيف إذا صلى رسول الله تعفونه ها وفي ناس ما كانوا يعرفون قدر النبي وإذا رأوا تجارة أو لهوة نفضوا إليها وتركوك قائما فهي النفوس كنت تتكبل إجا واحد قال له مولاي إفلان عنده نخلة مجاورة البيتي وهاي النخلة يطيح من أدهار طاب خلال تمر دولة ولادي فقرة يجون يأكلون منها هذا مولاي مأذين يجي كذ الطفل يطلع التمر من حلقة ويأخذها ومأذي عيالي منها نقدر نطلع بالحوش النبي ودع عليه قال له تعالي بيع علي النخلة لو تشتري منها الحوش قال له لا أشتري منها ولا أبيع علي قال له الرسول قال له زيان بيعها عليها وآنا أضمن لك نخلة في الجنة قال له أننا أحلا بتجنة أنه هو بتجنة قال له ما أريد قال له أنف من لك نخلتين حد ما سواها أربعين نخلة قال له ما أريد أريد نخلتي هنا أريد نخل بالدنيا هاي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هو يشتغل لهناك هناك أنت أحوج يوم ينظر المرء ما قدمت يداه شوية تتعب هنا صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة صحيح أكو أشياء نتحسر عليها نحبها نريدها نهفو إلها لكن كون ننقذ جدا من أنفسنا هذه الكذة جدا من النفس يسموه صبر إذا إجيتوا بإذن الله يوم القيامة تتلقاكم من ملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعمة أقبت دعو صبر أكو واحد قاعد يم من نبي هذا اللي يعرف هذا هو الرابح قال لزيان أنا أعطيك أربعين نخلة في الدنيا وأشتريها منك اشتراها من عنده والنبي عوض هذا اللي اشتراها قال لك أربعين نخلة في الجنة هذا رب العالمين يقول وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى هذا العطاء كل شيء كبير أدرب العالمين إذا كان لوجه الله زين هاي بالنسبة للماديات كيف إذا كان العطاء أكبر من المادة شنو مثلا هسا تجي للكريم قل له محتاج فلوس يعطيك أريد لي بيت يعطيك لكن إذا قلت له أنا محتاج نفسك يعطيك إياها الجود بالنفس أقصى غاية الجود الكرم وكل معنى الكرم هو أن إذا واحد بذل نفس في سبيل الله وهاي ما تلقاها إلا قد بعض خواص أولياء إلا مثل أصحاب هاي الليلة اللي يوقفوا مع سيد الشهداء الوقفة البطولية نحن صحيح نجي نقعد بها الماتم ومتأثرين بيهم لكن كن نتأثر منهم ونعيش الحياة اللي يرادوها هم مو إحنا قد نتعلق بالدنيا وهم عافوا الحياة وحتى عافوا أنفسهم في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى كون يأثرون علينا هذول ما حصلوا هاي الدرجة بلاش لما يوقف عليهم الإمام ويقولهم بأبي أنتم وأمي مو سهلة لما يقعد يمهم الحسين ويقولهم أما بعد فلا أجد أصحاب أو فاوى أبر من أصحابي ماكو مثلكم شوفوا مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه طلع ليلة عاشوراء شاف واحد يمشي خلفه من قال لي خادمك أنا هلال بالنافع قال لي شا تسوي قال لي خفتي غدرونك مولاي جاي يمشي وراك الإمام قال لي تعال تعال هاي فرصة شوف صاحبي أنا دريبك معاي أنت وبعلك يمي وجاي تموت من أجلي أنت هذا الليل اتخذه جملا روح لهلك وأنا أضمن لك الجنة معاي لأن باتشر موت قال لي سيدي بالموت أخاف وأوفك والله هاي الرجولة والله والله لو أقتل وأحرق وأذر في السماء ويفعل بي هذا سبعون مرة ما تركتك يا ابن رسول الله شلون وهي موتة وحدة جادوا بأنفسهم ماتوا دون ابن بنت نبيهم والحسين كافأهم شوف جون مولى كان عبد عد بوذار مات بوذار أعطى للإمام أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين ملكه الإمام الحسن ومن بعد الإمام الحسين عليه السلام فجاب أمره كل مملوك ليلة عاشوراء الإمام قال له قال له جون أنت تبعتنا في سبيل أنت كلك لقم معنا نحن هالليلة حياتنا انتهت روح لهلك هذا مدة كلها تبين كان بس يلم علوم وخش يم الإمام قال له سيدي في الرخاء ألحظ قصاعكم من كان عدكم يأمكم وخدمتكم وفي الشدة أخذلكم هاي ما علمتون نسي هاي تريد تاخذ لك صاحب هذا المعنى إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك مو بس إذا عندك صاحب جاه ومنصب وفلوس هو يمك وإذا الدنيا قدرتك عافك لا خير فيه كنت عرف تختار من فاصحب من إذا صحبته زانك أو أردت منه معونة أعانك أو قلت صدقك أو صلت شد صولتك بالفعل هذا قتل الحسين رادي كافأة قال هذا ما أحد يعرفه إجي ووقف علي الحسين وقعد يمه وباسع لخده وخلى خده على خد جون شنو هالعظماء من فوق عين شاف الإمام هالعملية جاي يسويها يقول جمع قواه هالذي يبلغ هو قف صح أيها الناس من مثلي وابن رسول الله واضق الخد على خد نحن اللي يشوف الإمام بالرؤية يظلم متونس ويسولف به وهذا الإمام يتعنى يقعد يمه ويقبله على خد هاي السعادة نصروا بن بنت نبيهم طوبة لهم نالوا بنصرته مراتب سامية حبيب ابن مظاهر طبعا من أنصار الحسيني عليه السلام خمسة منهم من أصحاب رسول الله خمسة منهم حبيب حبيب صحابي اشترك مع أمير المؤمنين بحروبه الثلاث وكان الإمام مواعدة بالشهادة بس ما استشهد قتل الإمام وانتظر الإمام الحسن يسوي ثورة عشر سنين ماكو ثورة وقتل الإمام الحسن ومظلوما وبعده حبيب ما مستشهد وانتظر الإمام الحسين عشر سنوات فطال به العمور صار تسعين سنة عمرا لكن اليوم يمشي بسوق الكوفة يريد يشتري صبر يخضب لحيته ومر عليها مسلمة بن عوسجة شاف لونه مخطوف باله مو مرتاح اسأله شفيك يا ابن العم قال له الحسين نزل بكربلة والدنيا مقلوبة عليها الناس كلها راح تقاتله ابتسم حبيب قال لهذا العطار اللي بيقه خضاب وصبر قال له ماري لقيت خضاب ورجع للبيت بحالة كئيبة زوج تحطت له غده وبدأ يأكل وتهفي عليه غص جابت له ماي قالت له يمكن يجيك طارش من رجل تحبه هل أثناء ندق الباب قام فتح الباب وإذا يشوف لواحد ملثم أنت حبيب نعم فضل أنت رسالة مطوية ومشي وقف بالباب فتح الرسالة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى ناصرنا حبيب إذا شئت السعادة الأبدية فالتحق بركبنا فلقد نزلنا بكربلة والختم الحسين بن علي صبت دموعة ودخل للبيت بيّن باجي سئلت زوجته شبيك حبيب تبجي قال هاي جاني كتاب من الحسين ويطلب النصرة رادي يختبر ولائها قالت لو أنت شنونيتك قالها شلو أنا أقوفيك وأقوف ابنيك قالت لحبيب إذا صدق هذا حشيك أنطيني أمامتك وألبس لباس الرجال وأنا أروح لنصرة سيدي شو هذا وقفة تتنخي وتخمش للخدود مفرعة شان ما تنهض يا بن عمي تطب هالمعمعة جيب الأمام يا بن عمي وخذها المقنعة جزاها خير قال للعبد اخذ الفرس وانتظرني بالبستان الفلاني أنا جاي لك راح بضع لي ودأ عياله يقول اجم تنكر ويتخف لقى العبد حاشي الفرس شنو هالولاء شنو هالأشق يقل يا جواد سيدي لان لم يأتك سيدي حبيب لأعلو ظهرك وامضي الى نصرة الحسين الحسين قال احسنت انت حر لوجه الله قال شلي بالحرية ما لي حق عليك ما خدمتك قال صدق وهذا البستان اليك قال لا رد بستان ولا حرية اروح اياك واموت بين يدي الحسين ورد في العبد خلفة وشدة والكربلة الحسين قاعد بخيمته بني هاش مواقفين بخدمته ابو فاضل قائد القوات من بعيد شاف تراب الحسين قال ابو فاضل شد شوف منه جاينا يا اخي راح ورجع قال سيدي لقد جاء عمنا حبيب الحسين من سمع باسم حبيب قام وقف بالباب حبيب وشاف الحسين واقف تدروا لش سوى ذا بروح من على الفرس وظل يحبي على اركب وصيح السلام عليك يا ابا عبد الله ما حلذيك الشماء اليوم طب الكربل وطلع وطلع عباس البطل بولاد ويستقبل مرحبا يقل للشهيد وزينا بتقل له هل وصل حبيتيا حتى انشاء الله نكمل المجلس بإذن الله ولي من زمن حدر كان كان يتمنى الشهادة واليوم حصلها وبلغ غاية مراد امر غل عبد يقدم لجواد طلق الدنيا والحياة وقاف الأوطاء عند الشهيد حسيا وصل بالسلام ومن الجواد ترجل وذب الإقمام ناد سلام الله على راق الجهام باب الله المفتوح عال الفضل والشاء دب الإقمام وصاح يا مخدوم الأملاك قفت الوطن والبيت لجلك روحي تفداك قشرة يا بو السجاد عيشت ناب لياك كعبة الشيعة انت وانه اليوم قرب لما أدخله في الديوان واذا دخل علي الأكبر قال أبويا حسين تسمح لأشاور عمي حبيب قال لك ذلك يقول اتقدم علي الأكبر قال لأم يا حبيب تسلم عليك عمتي زينب لما سمع صوت واسم زينب قام حبيب ذب اغمام تقال نمني وتسلم علي 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 بنت المرتض حامي حامي الحمية هاي مخدرة عباس حبيب انت والشيعة ما يرضون زينب يعلو الهصات لكن زينب بعد سبع تأيام توقف بمدلس عبيد الله بن زياد تقول أنا مني أنه بفاض لأجعد أجعد واركب اجفو ففا واركب اجفو ففا اجفو فا اجفو زينب وإلى قال لسيدي حسين تسمح لي أرد السلام على زينب قال لك ذلك يقول قام حبيب يفرد الخيام إلى أنو بس صوتها نلطمه ونقوة سوى يقول لما وصل يمخم الزيناب خلى إيده على رأسه وصاح زينب الذي من قابل جنت مدلل واني واني صاح زينب الذي من قابل جنت مدلل تروح شيعتكم طابق فوق الصعيد مجدل رواحنا تطلع والتركبين ناقم هزل حييت بحسن تحية وسر قلبها بن أخويت واني جا أحمل زينب سلام ومدمقة بالخد سال وقبال يسلم على الحورة وقال ذي تشيل عيام من رخصتكم صاح يا زينب يا وصفة تركبين على الجمال حييت بحسن تحية وسر قلبها قالها زينب والله ما يقوفكم لما ما تشوف في الراس بين يديكم وبالفعل لما قتل حبيب وقتل وبني هاشم والانصار طلع الحسين انتشع للرمح صاح أنتم نيام أمحال بيني وبينكم الحمام ليش ما تجاوبوني ما سمغندا قرح الخواحد ما يتعذرني وانو بفاضل غضيدي غضيدي ألف وصفة رحة خوية ألف وصفة هاي لكم لكم ألف وصفة رحة خوية من ايه أقرأ يا أخوية يا أخوية لويتني واحني أجيدي يا أخوية لويتني واحني تجيدي ولا ما سمع جواب طلقت لزينب قلت لخوية لمن تنادي والحمات على الثراء زينب جاوبتك يا أبو غلي لكن بعد ساقة طلقت زينب صاحة حسين من جاوب زينب صاحة خوية الشمر والله ضمني ضمني لضمني غيوني وشتمني خوية لانكسر قلبه لا رحمني واحسين واحسيدا وبالثقل خلوا رأس حبيب بن مظاهر بركبة الفرس تضربه بركبتيها عند ولد يتاني يسأل أم يم وان أبوي قلت لأبوك بالسفر راح يتاجر وتاني أبوه يالأبوك ميت الله يرحم أبوك ويالأبوك مريض الله يشافي إن شاء الله هذا يتاني أبوه يوم 12 محرم هو يمشي بالسوق وشاف طبه والسبايا يا أخوي وإجه وقعد قبال الروس وضال يبجي زينب عينت من أنت قالها أنا خادمكم القاسم ابن حبيب قالت له هذا راس أبوك قالها أدري بس راس أبوي ما يشغلني على الرأس سيدي الحسين امهليني أريد بجغل مولاي يا هو مولاك تعرفه قالها إيه أقل مولاي أبو اليم الذبيح الماشر بماء قالت له بارك الله فيك روح روح صيح الأمك وقلها خلت جيئنا يقول اجئ اسمها حلب يعت ولا رد للبيت ودموء التجارة يصيح بصوت يا يم البشارة أي والله تجارتنا ربحت ما من خسارة أي رد للبيت والدنا الشفية آه وحسينه وحسينه رجاء بس راس ما أدري الجسد وين ما أدري الجسد وين وجوياه أطفال نساوين خطاروا مغاهم راس لحسين أطفال نساوين ولي ضلغت المرج صيح حلب ضيفنا لو كان مذبوح وتلاقت ويا زينب لكن زينب مو على آخر كلمة يقول وسألكم الدعاء يقول أخذوهم إلى مجلس عبيد الله أوقفوهم هناك وجدت القبائل كل واحد قال خليطينا مرتنا ناخذها منك عبيد الله ما ظلن في مجلس الطاغي إلا بنات علي وفاطمة نظرت سكينة إلى غمتها تقيلها غمّلوا غمّي وبفاضل عدلهم جورانا كل من لها وليان جوها وصاحة وباسمها وطلغوها ومن الأجانب خلصوها وغلق سيين وغلق سيين وإلى وغلق سيين وغلق سيين وغلق سيين وغلق سيين وغلق سيين وغلق سيين نسر ابن بنت نبيه طوبى لهم نالوا بنسرته مرات بسامية يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب يا الله أصواتكم يا الله اللهم شافي جميع المرضى مرسي ياما